أكد سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين حققت إنجازا نوعيا متميزا في النسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي استضافتها مدينتي جاكرتا وبالبانغ بأندونيسيا من خلال تحقيقها للمركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدول الآسيوية المشاركة والمركز الأول عربيا بعد أن حقق أبطال البحرين ستا وعشرين ميدالية متنوعة وأعرب سمه عن الفخر والاعتزاز بما حققه أبطال البحرين في الدورة وتمكنهم من تسجيل اسم مملكة البحرين بحروف من ذهب في سجل أبطال التجمع الآسيوي الأكبر وأن هذا الإنجاز الرائد لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والذي دائما ما يسعى إلى توفير البيئة المناسبة لأبنائه الرياضيين وتمهيد الطريق أمامهم من أجل حصد المزيد من الإنجازات وأكد سموه أن هذه الإنجازات المتميزة جاءت ثمرة لمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهنة بالقائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأحرص سموهما الموصول على دعم مسيرة الحركة الرياضية البحرينية في مختلف المشاركات الخارجية وأشاد سموه بما حققه أبطال البحرين في رياضة ألعاب القوى والتي يرجع الفضل فيها إلى توفيق الله عز وجل ثم إلى الجهود التي بدلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنها بالأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى واستراتيجيته الناجحة تجاه تطوير الجانب الفني في الاتحاد وأضاف سموه أن المنتخب الوطني لكرة اليد قدم أداء رائع في الدورة الآسيوية وتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية بعد مسيرة حافلة بالانتصارات واختتما سمو الشيخ ناصر تصريحه مؤكدا أن هذه الانجازات تحفز الجميع على مضاعفة البذل والعطاء من أجل الظهور بصورة أفضل في دوراته والبطولات الرياضية المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات والميداليات للمملكة